نور الرحمة بقى ده نور مشهور عند حضرة النبي ده أنوار نور الرحمة ده بقى نور ملوش وصف عند حضرة النبي ده النور الأكبر من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واللي ربنا اختاره عشان يعرفنا به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرة النبي شق صدره ثلاث مرات مرتين وهو أصغير ومرة أبل البحث والعلماء قالوا أني شق صدره فأخرج حظه الشيطان من قلب حضرة النبي يعني إيه فقالوا أخرج حظه الشيطان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش وارد أنه يعصى ولا وارد أن قلبه يكون في حظه للشيطان من الوسواس وما يعني إيه أخرج حظه الشيطان من قلبه يعني أخرج حظه الشيطان من رحمة حضرة النبي هو مش رحمة للعالمين والشيطان من العالمين فأخرج حض الشيطان لكي لا يسترحم لكي لا يطرب حضرة النبي الرحمة لإبليس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل حاجة رحمة للحجر والشجر والجبال وعلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراحمون يرحموا من رحمن وتعالى ارحموا من في الأرض كل من في الأرض يرحمكم من في السماء مرة جيه ضب يشتكي لحضرة النبي فحن عليه واسمعوا بقى حنين الجزع حديث حنين الجزع ده كان سيدنا الحسن البصر لما يذكره يبكى حتى يغشى عليه ليه بيقولك ان الجزع لما سابه حضرة النبي وبناله غلام بن النجار المنبر وراح واقف عليه حضرة النبي الجزع بكى وحن حن يعني ايه اتشحتف فحن الجزع حتى الصحابة سمعوه فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الجزع وراح واحتضنه وقال له اغرسك ام ان تكون رفيق في الجنة فالجزع من كتر حب حضرت النبي وحنيته ورحمته قال بل اكون رفيقك في الجنة سيدنا حسن لما كان يسمع هذا الحديث يقول حن جزع لرسول الله الا تحنون لرسول الله فمن رحمته ادلو حضرة النبي الاختيار ومن زكاء الجزع اختار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومره قاعد صلى الله عليه وسلم وقاعد سيدنا الحسن معه وسيدنا الحسين فمقعدهم على الرجلين وبيقبلهم ويدخل عليه الرجل الاعرابي يعني منظر ده مش منظر كبار ولا منظر ملوك فيقول له تقبلوا أبنائك اني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم فيقول لحضرة النبي ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك وحضرة النبي رحم حتى الجبال فقال عن أحد ماذا لما حس ان الصحابة ممكن يتشأموا به وهو راجع مرة للمدينة فبصل الأحد فقال ايه أحد جبل يحبنا ونحبه فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد على أحد أحده هتهز زي ما بالفعل ما بيقول الشعر كده زي ايه زي الواحد لما حبيبه يلمسه فيرتعش من كتر المحبة فقال له ايه أثبت أحد زي ما بالشعر بيقول وإني لتعروني لذكراك هزة كما ابتلى العصفور وبلله القطر فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صدق أو شهيد فقال له أثبت أحد حن عليه بدل ما يقعد كده مهتز ومضطرب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش جبل أحد لكن قال له ايه لكن قال له أحد جبل يبقى إيه اللي حاصل يبقى أحد جبل يحبنا ونحبه يبقى حاول تزود في قلب في قلب الكل اللي حواليك رحمة حاول تزود في قلبك رحمة وحاول ترحم نفسك من الأفكار السودة الأفكار اللي بتدمرك الأفكار اللي بتخلص عليك الأفكار اللي بتجعلك بتجعل الإنسانية تتلاشى فيك وعرف أن حضرة النبي مش هيسيبك لوحدك وأكيد لو صليت عليه قلبك هيطمئن وهتنال حلاوة ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإزاي ما اطمئنش قلبك وانت بتصلي على المحبوب يا رب اجعلنا من أهل الصلاة ومن أهل المحبة على الدوام